من فترة كبيرة وبشر الأسد بعد سنين من دبح الشعب السوري وضربه بالبراميل المتفجرة وتشريده بين دول العالم اتحول لقبلة بين حكام المنطقة كلهم بيحجوا لها ويعملوا له عملية غسيل سمعة تمهيدا لرجوعه للجامعة العربية وده اللي حصل بالفعل بس ده كان موقف مفهوم من الحكام العرب اللي حالفين طلق ثلاثة انهم يدعموا اي مجرم طول ما الخصم بتاعه هو شعبه لكن لما ده يحصل من سياسيين بيمثلوا دايما دور المنحاز للشعوب فدي بصراحة تبقى حاجة يعني غريبة شوية والغرابة دي يعني احدى سواحد عملها حمدين صباحه اللي فجأة زار بشار الأسد واخده بالخض ليه حمدين عمل كده وليه عبق قوي ان حد يستغرب انه عمل كده هابيني نشوف في عز ما الناس ومصر بتسيح من الحر في ظل قزمة قطع الكهرباء وفي عز ما الحكومة عمالة تجدب بخصوص الغاز المصري والغاز اللي بتستورده من إسرائيل بعد من قصة كلها اتفضحت بأزمة ناقص الغاز اللي تسبب في قطع الكهرباء وفي عز ما النظام عمال يطبخ مصرحية التحضير لانتخابات الرئاسة وفي عز ما الحوار الوطني بيفشل حمدين صباحي قرر ان يعمل حاجة يحرك بيها مياه البكابورت الراكدة ويقول كلمة حق كان ممكن مثلا هو القومي الناصري العروبي يقف في وش النظام ويقول له كفاية استيراد غاز من إسرائيل خصوصا وانه ما بيحلش اي قزمة يعني يسا ما بتقول وكان ممكن يعلن انسحابه من الحوار الوطني او يفضح طبخ النظام لي خصوصا وانه اول سياسي روج للحوار حمدين كان قدامه اختيارات كتير ياخد بها موقف محترم بس هو استكتر على نفسه ان يعمل موقف محترم ورح واخد موقف ابعد ما يكون عن الاحترام حمدين اخد وفد من القومجية العرب وراح وركبين طيارة وطلعين على بشار الاسد في سوريا وهاتك يابوس واحضان ودعم لصمود البطر القومي العروبي وخلال الزيارة طلع حمدين يخطب ويبرر للزيارة ويدافع عن نظام الاسد دعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار عنوان رئيس في محادثات وفد الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي مع الرئيس بشار اتخذ المؤتمر القومي العربي موقفه مع سوريا ضد العدوان وضد الاحتلال وضد الحصار ايمانا بان سوريا بموقعها في قلب امتنا العربية وبدورها لا يمكن ان تترك الحقيق حوار يعني الجماعة القومجية العرب دول يهلك متضحك يعني انهم اكتر ناس بيزايدوا على خلق الله بالاستقلال ورفضة تبعية ومقاومة الاحتلال بكل اشكاله ورموزهم دايما هم الشخصيات اللي على الاقل ظاهريا لعبة دور في ده زي عبدالناصر مثلا لكن في حقيقة الامر هم شوية مرتزقة عندهمش مادة والاستقلال عندهم ماشي على سطر وبيسيب سطر لان بشار الاسد اللي بالنسبة لهم واحد من رموز الاستقلال ومحاربة الغرب والامريكان هو اللي جاب الاحتلال الروسي والايراني البلده بدل ما يسمع شعبه ويتفاهم معاه وهو الرئيس المفضل لاسرائيل في سوريا لانه طرطور وضعيف وبق على الفضل واسرائيل مرعوبة من نجاح الثورة في سوريا واني يجي نظام حكم بيعبر عن الشعب يطالب بتحرير الجولان المحتل اللي نظام بشار الاسد رغم انه ضرب شعبه بالطيران والبراميل ما ضربش طلقة واحدة على الاسرائيليين في الجولان لدرجة ان ناتنياهو نفسه قال كذا مرة ان نظام الاسد اب وابن كان ضمان لامن اسرائيل في الجبهة الشمالية حمدين ساب ازمة المعتقلين في معركة الديمقراطية وانتخابات الرئاسة في مصر وطلع على سوريا عشان يضيف تناقض جديد للتناقضات المؤرفة اللي تعودنا عليها منه من ساعة مظاهر في السياسة المصرية في السبعينات لان حمدين نفسه هو اللي كان في 2012 بيهاجم بشار الاسد وقال بالنص دماء اطفال سوريا ستطارد نظام الاسد حتى النهاية يعني انت دلوقتي حمدين اكتشفت ان اطفال سوريا اللي ماتوا ببراميل بشار طلوا على لعب بلاستيك ولا خلاص كبروا بقى معدوش اطفال وحمدين هو اللي قال برضو ان الثورة السورية تسجل بدماء اطفالها اخر سطر في نظام يتمسك بالحكم على جوثة شعبه وهو اللي قال كمان بعضمة لسانه قبل كده في الاردن انه عمره ما قال كلمة تأييد لبشار الاسد ضد الشعب السوري بس الكلام حمدين عن اطفال سوريا كان زمان في 2012 لما كانت مصر لسه خارجة من ثورة يناير ولما كان الجو العام في مصر متعاطف مع ماحلة الشعب السوري وكانت هتافات المصريين ومليونيات المصريين جزء منها دايما مؤيد للثورة السورية لكن بعدما اكتمل الانقلاب على اي حاجة متعلقة بثورة يناير في 2013 وزي اي بهلوان بيتشاقلب على الحبال حمدين لفه ورجع تاني وغير موقفه ودخل من الزاوية للناصرين والقومجية بيحبوها وهي الاستقلال ورفض الاحتلال لشعبنا بعد 30 يونيو ونعمق هذه العلاقة ونحرص عليها سنقف ضد اي عدوان على سوريا الشقيقة ندرك ان اي حل في سوريا يستهدف تقطيع الارض او الشعب او الدولة هو حل يخدم الاجنبي ولا يخدم للامر العربية ولا سوريا سندافع عن وحدة الارض والشعب والدولة في سوريا يا راجل عيب عليك هو فيه احتلال اكتر من ان روسيا تعلم بنفسها ان لها اكتر من 63 الف جندي في سوريا هو فيه احتلال اكتر من ان روسيا يكون لها اربع قواعد كبيرة مستقرة في سوريا وفيه تبعية للاحتلال اكتر من ان بشار الاسد حبيبك يطلب من الروس في مارسل اللي فات يعني خمس شهور بس ان هما يبنوا قواعد جديدة في سوريا بس طبعا زي ما اقولنا من شوية المبادئ عند القومجية بتتجزأ وبتلعب بها كورة يعني على عكس الشخص السوي الطبيعي اللي بيرفض الاحتلال ايا كان مصدره بقى امريكي او روسي القومجية بيرفضوا الاحتلال الامريكي لكن الروسي على قلبهم زي العز اللي يدحك اكتر من الرأس على الحبال اللي بيعملوا محمدين والقومجية هو البيانات اللي طلعت مع زيارتهم لبشار الراسة السورية قالت في بيان بعد الزيارة بالنص ان اللقاء يعني اتركز حول العروبة والفكر القومي والانتماء والهوية ودور الاحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزيدة والغزو الفكري الغربي ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم هو فيه غزو فكري اكتر من ان غرب دمشق بقى مستعمرة للإيرانيين وتحول لأحياء شيعية إيرانية مش حتى شيع عرب بس لان الناس دي بتغني وترد على بعض ومن كتر الأكاذيب اللي عايشين فيها سدقوا نفسهم الوفد القومي بقيادة حمدين رد على بيان الرئاسة السورية وقال ان سوريا في ظل حكم بشار الأسد حامت الهوية والثقافة والحضارة العربية يا عم بقولك احتلال روسي وأحياء سكنية إيرانية في قلب دمشق تقولي هوية وثقافة عربية ويدور ويلقوا لنفسهم تخريجة من كل ورطة زي محمدين نفسه كان بيعمل لما كان مرشح للرئاسة في 2012 وكان يتضرب بالشباشب لو أعلن دعمه البشار فقال لك أنا مع الشعب السوري ضد نظام بشار لكن يعني أنا ضد تسليح الثورة السورية هو من اللي كان سلح شباب مصر في مدان التحرير عشان يسقطوا حسن مبارك أنا مع الشعب السوري ضد طغيان نظام بشار الأسد لكن ضد أي تسليح أدنبي للسوريين وضد استخدامهم ونفسهم للسلاح الشعب اللي عاوز يغير طاغية يغيره بتصدي اللحم البشري للدبابات ده اللي يصفت التواصل طبعا موضوع تسليح السوريين المعارضين لبشار هيفضل حواليه جدل كبير بس الفاكرة في كلام حمدين إنه لازم يحط مصمار يكون مصمار جوحة عشان لما يرجع عن موقفه يقول لك أصل غربه والأمريكان يسلحه المعارضة وقلبة مدعك مع إنه أكيد عارف إن بشار هو اللي أفرج في بداية الثورة عن معتقلين جهديين كتير خصوصا من سجن سيدنايا وهو عارف إنه هما هيحربوه بالسلاح بعد ما يخرجوا بس نظام الأسد عمل كده عشان يستغل ده ويبرر بيه ضرب شعبه بالطيران والبراميل المتفجرة ويجيب الروس والإيرانيين يضربوا الشعب معه يا راجل ده روسيا الوحدها في 2020 أعلنت إنها نفذت 100 ألف طلعة جوية ضد السوريين في سوريا وتقولي سلاح واستقلال ومعرفش إيه أموماً حمدين صباحي حتى لو عمل يعني وقال أكتر من كده فالحقيقة مش مفروض حد يعني استغرب لأن الرجل حياته كلها مبنية على التناقض والرأس على الحباب يعني مثلاً حمدين المفروض إنه رجل قومي عروبي ناصري ضد الرأسماليين والغرب والتحالف مع الغرب وده اللي بيبرر بيه دعم البشر لكن في نفس الوقت لما كان مرشح رئاسة في 2012 أخد فلوس كتمويل لحملته الانتخابية من إيران اللي هي المفروض يعني دولة أجنبية وطبعاً محدش بيدي فلوس لحد من غير ما يضمن يعني أنه يكون تابع ليه ويفرض عليه أجندته مش بس كده ده كمان أخد فلوس من الإمارات اللي هي حليف لإسرائيل وأمريكا الاتهامات دي قالها في حق حمدين سياسة المصري أي منور في 2015 وحمدين ما ردش عليها ولا علق ولا نفاهم وبالعقل كده أي حد حضر انتخابات الرئاسة بتاعت 2012 أكبر بكتير من قدراته المالية ورصيده في البنك اللي مش أكتر من سبعة آلاف جنيه زي ما هو قايل بعضمة لسانه أمتلك سيارة ماركت سكودا مدير 2011 أمتلك حساب في البنك الآلي في المعندسين إجمالي ما أمتلكه فيه سبعة آلاف جنيه مصري ليست لديها أي تمتلكات معينية أو منقولة أو أنواع الفلوس اللي صرفيتها حملة حمدين في 2012 يعني كانت كمان أكبر بكتير من قدرات التيار الناصري في مصر واللي مفهوش حتان من رجال الأعمال مثلا زي باقي الطيرات حمدين اترشح في 2012 والمفروض يعني أنه كسياسي مؤمن بالديمقراطية يقبل نتيجة الانتخابات أيا كانت لكن الغريب أنه بعد ما محمد مرسى الله رحمه نجح حمدين طلب منه يتنازل عن الرئاسة اللي هو تحس أنه كان فاكر انتخابات الرئاسة دي عبارة عن مجموعة صحاب كده راحوا يأجروا ساعة في مركز شباب عشان يلعبوا كرة وبيتخانقوا من فيهم الليلعب الأول ولو نتكلم عن التناقضات في المواقف فأكيد ما فيش تناقض أكتر من أن حمدين اللي من أيام مبارك بيقدم نفسه كمدافع عن الديمقراطية والحكم المدني يأيد انقلاب عسكري ضد أول تجربة حكم مدني في مصر في 2013 بس حمدين لما أيد الانقلاب كان يعني مع باقي القوى المدنية بيمارسوا أسوأ أنواع البراجماتي لأن السيسي كان مفاهمهم أنه يشين مرسي ويسلم السلطة لحد مدني منه ده كمان حمدين شارك كمبارس في انتخابات الرئاسة الهزلية التي عملت في 2014 رغم أن كل حاجة وحجم الدعاية وأداء الإعلام كانوا بيقولوا أنها متطبخة للسيسي وأنه مش أكتر من محلل فحمدين أخد الألم بتاع انتخابات 2014 وبقى رمز للسياسي المهزأ اللي عايش في الوهم والغاية عنده تبرر الوسيلة فالكل بقى يضحك لما تيجي سيرته وما بقاش حد بياخده على محمل الجد يعني بل بقى في قناعة أن أي مناسبة يعني أو موقف يظهر أو يتكلم فيه حمدين هي بقى مش أكتر من تمثيلية مهزأة هي كمان عشان كده كان بيشبع ترياء بقى حتى مع كل صورة ينزلها على السوشال ميدي زي صورته اللي نزلها في المرضى خوابية الدخرة بعد شوية يبدو أن زيقم الترياء دي فهلا كان معمل أي منظر بقى يلهي الناس شوية فبقى يستغل لأي فرصة ينتقد بها السيسي وانزعه فتاح السيسي هو النسخة الأكثر رداءة من نظام مبارك الرديل هو الاستبداد فجا وفاجرا هو العداء للفقراء هو الانسياع لسندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الغربية هو التبعية والردوخ للمهيمن الاستعماري هو العلاقات الدافئة مع العدو الصهيوني وهو الضحكات المبتزلة مع ممثل الكيان الصهيوني وهو التفريط لأول مرة في تاريخ مصر في عرض مصر في تيران وسنافير وهو العدوان بالقمع والسجن والمطاردات والاختفاء الكثري والقتل خارج القانون على كل صوت حر وليس السيماء السيبار إلا واحدة من ربط عظيم من الشهداء على يد هذا النظام الفاسد المستبد من بعد البوئندول حمدين دخل الماخزن تماما وبقى عمل جاي الأنتريل قديم اللي في البيت اللي الستة فرحانة بيه عشان معها من يوم جوازها وبتحكي بقى تاريخه للضيوف لكن لأنه دايما بهلوان وكمبرس فدايما بيتم استدعاءه في أي موسم يعني يحب النظام فيه يعمل مسرحية جديدة المسرحية للنظام استدعاء عليها حمدين جيت بعد كذا سنة لما النظام فشل اقتصاديا بشكل كامل والشعب قرف منه والداين والتمرمط فإلا كم أعمل حوار وطني أجيب فيه المعارضة المهزئة تعمل منظر وانطلعها المسرح شوية وفعلا أول واحد تم استدعاءه عشان يرقص في مولد الحوار الوطني كان حمدين السيسي كان بيتكلم في رمضان قبل اللي فات في إفطار الأسرة المصرية وأعلن إنه بيدعو لحوار وطني وفي آخر الكلمة عمل نفسه أخد باله إن حمدين موجود في المكان معذور حمدين مش أكتر من ديكور فمحدش بياخد باله من الدكور لما يكون مستهلك ومكرر مرة تانية شكرا جزيلا مرة تانية بشكركم وأنا شايف الأستاذ حمدين أهلا وسهلا وكل اللي موجودين براحة بيكم ومسهلا وتتالين وسعراء بوجودكم معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شايف الكمبارس هو بيكلم بمنتهى المحبة والود مع النسخة الرديقة من نظام مبارك الرديق بعد اللقاء ده حمدين لقاها فرصة عشان يعمل لنفسه غسيل سمعة بعد سنين من المهانة والتريقة فطلع مع ضياء رشوان أكبر طبال في نظام السيسي والمسؤول عن الحوار الوطني وقال كلام عن المعتقلين وأولويات الحوار والجو ده ومن تاني لعب دور الكمبارس في مسرحية النظام محتاج لها والمسرحية تم افتتاحها بحمدين كالعادة هو من ساعتها وهي شغالة من غير أي جدوى ولا لازمة وفلوس متتصرف على الفاضي ومحققتش ومش هتحقق أي نتيجة لأن النظام هو هو ومش هيتغير ولا هيتغير تفكيره وزيما النظام مش هيتغير للأسف النخبة المصرية المدنية أو خلينا نقول أغلبها يعني هي كمان مش هتتغير وحمدين هو أوضح تعبير عن النخب دي نخبة متلونة ما عندهاش أي مبادئ نخبة جابت الحكم العسكري ورجعت تهاجمه لما خوزقها وأهمالها نخبة ما بتصدق تلاقي فرصة لغسيل سمعتها يعني بمواقف مسرحية مش حقيقية عشان كده النخب دول محدش بياخدهم جد لأن نظام اللي عجلهم وخمزهم وعارف يهزقهم إزاي وبرضه عارف يرجع يراضيهم ويستعملهم إزاي ولا الشعب اللي صدقهم بعد الثورة لكنهم خزلوا وفضلوا مصالحهم الديئة والشعب شاف تناقضهم لما جريهم يعني ورى مصالحهم وينسوا قضايا الشعب الأساسية يا راجل ده حتى المعتقلين يعني كل فصيل من النخب دي ما بيفكرش غير في المعتقلين بتوعه بس وبشترط الإفراج عنهم هم بس قبل ما يدخل يخدم عن نظام فأي طلعة جديدة وده اللي عمله حامدين في موضوع الحوار الوطني لما اشترط الإفراج عن النصر السياسي الناصري من حزب الكرامة وهو حسان مؤنس وكأن مصر ما فيش معتقلين تاني عشان كده دي نخب كدابة وكتيانة ماينفعش حد ياخدها على محمل الجد وماينفعش أصلا يعني حد ياخد أي حد شغال في السياسة في مصر على محمل الجد ونشوفكوا على خير إن شاء الله